حاسي المرى إحدى القرى التابعة لبلدية حاسي بحبح بالجلفة تعيش وضعا صعبا جدا جراء عدم أدنى وسائل العيش الكريم طريقة قعف كي يولي المطار هاكو الحيوان ما تعقوبش نيهائيا تهنى قع فمتنية ما تهنى باشي عقوب زيد الناق المدرسي تخيل الذلاري كي يروحوا الصباح أحياني يقرأوا على العاشرة ومن العاشرة يخشوا بعد ذلاري تخيل من العاشرة يقع تلستة العشية الطرقات المؤدية للقرية جحيم حقيقي بسبب اهترائها وسكانها في وضع لا يحسدون عليه طريق مكانش الجازة عود ناقص ومحتاجين ثاني في الأطمانة تعلقود وهذه ثاني يجيل هون هذه المحتاجين هو ولم قد نراح حاسي وراح حابس مطالب كثيرة من سكان حاسي المرى لرفع الغبر عنهم وتخليصهم من هذه المعاناة بالنسبة للإنارة إنارة ناقصة لدينا اصطاد مكانش هنا لكن اللعبة ياسر هنا اصطاد مكانش طبيب مكانش وعدونا بالطريق ومعطوها هناش وعدونا بالإكمالية ومعطوها هناش وعدونا بالطريطورات ومعطوهم هناش عشرات العائلات لا تزال تعيش حياة بدائية عمرها أكثر من أربعين سنة فمتى تتخلص قرية حاسي المرى من هذا الجحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة